موسيقى الرئيس السيسي يؤكد خطورة تصعيد المستمر في اتجاه توسيع دائرة الصراع في المنطقة بوريل يؤكد من امام معبر رفح دعمه للجهود الدبلوماسية لحل ازمة غزة وتوفير المساعدات الانسانية للقطاع ارتفاع ضحايا عضوان الاحتلال الاسرائيلي على قطاع غزة الى 40.988 شهيدا السادسة بتوقيت القاهنة نشرة اخبارية مفصلة تأتيكم من شاشة ثانية للاخبار مرحبا بحضراتكم الى التفاصيل التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي الممثل الاعلى للتحاد الاوروبي لشؤون الخارجية والسياسة الامنية واكد خطورة خطوات تصعيد المستمر التي تدفع في اتجاه توسيع دائرة الصراع في المنطقة وخلال اجتماعا اخر مع وزير الخارجية الدنماركي اكد الرئيس السيسي على ضرورة القصوى لتغليب مصار التهدئة والتوصل الاتفاق يتم بموجبه وقف اطلاق النار في قطاع غزة وتبادل المحتجزين استقبل السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي السيد جوزي بارل الممثل الاعلى للاتحاد الاوروبي لشؤون الخارجية والسياسة الامنية والوفد رفيع المستوى المرافق له الذي ضم مبعوث الاتحاد الاوروبي لعملية السلام في الشرق الاوسط وذلك بحضور الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة بالاضافة الى سفير الاتحاد الاوروبي بالقاهرة واوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ان اللقاء تناول العلاقات الراسخة بين المصر والاتحاد الاوروبي حيث اثنى الجانبان على الزخم الذي يشهده التعاون الثنائي الذي تكلل في الشهور الاخيرة باعلان الشراكة الاستراتيجية والشاملة وعقد مؤتمر الاستثمار المصري الاوروبي وقد تم تأكيد العزمي على الاستمرار في استكشاف افاق جديدة للتعاون في اطار الشراكة الاستراتيجية خاصة في مجالات الاستثمار والتجارة وموضوعات الطاقة والهجرة والبيئة بما يحقق مصالح الطرفين في مواجهة تحديات المشتركة واضاف المتحدث الرسمي ان الجانب الاكبر من اللقاء تركز على الاوضاع في غزة والشرق الاوسط حيث تم استعراض الجهود المكثفة التي بدلتها مصر والشركاء للتوصل الى وقف لاطلاق النار وتبادل الرهاء والمحتجزين بحيث يمكن انهاء الكارثة الانسانية التي تواجه اهالي غزة فضلا عن تمهيد الطريق لانفاذ حل الدولتين الذي من شأنه فتح افاق السلام والتعايش والاستقرار والتنمية بالمنطقة واكد السيد الرئيس في هذا الصدد خطورة خطوات التصعيد المستمر التي تدفع في اتجاه توسيع دائرة الصراع مشددا في هذا الصدد على المسئوليات التي تقع على عاطق المجتمع الدولي والاتحاد الاوروبي للضغط المكثف في اتجاه التوصل لاتفاق ينهي الحرب الجارية بما في ذلك العنف والتصعيد الذي تشهده الضفة الغربية وعلى النحو الذي ينزع فتيل التوتر بالمنطقة ويستعيد الامن والاستقرار الاقليميين هذا وقد حرص الممثل الاعلى للاتحاد الاوروبي على الاعراب عن بالغ التقدير للدور الذي تقوم به مصر كدعمة اساسية للاستقرار بالمنطقة مؤكدا اهتمام الاتحاد الاوروبي بالتشور المتواصل مع مصر ودعم جهودها الدؤوبة لحفظ الاستقرار الاقليمي خلال تلك المرحلة الحارجة التي تشهدها المنطقة كما اشهد السيد الرئيس في هذا الصدد بمواقف السيد جوزي بورل الموضوعية والمنصفة على مدار الفترة الماضية كما استقبل السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي السيد لورس راسمسون وزير خارجية الدانيمارك وذلك بحضور الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج واشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية الى ان وزير خارجية الدانيمارك نقل للسيد الرئيس تحيات جلالة ملكة الدانيمارك والسيدة رئيسة الوزراء وهو ما بادله السيد الرئيس بالتحية والتقدير في ضوء العلاقات المتميزة بين البلدين وتم في هذا الصدد استعراض سبل تطوير التعاون المشترك الذي يشهد تقدما ملموسا خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية حيث ثمن السيد الرئيس في هذا الاطار الدور المقدر للشركات الدانيماركية في دفع التنمية الاقتصادية في مصر مشيرا الى فرص توسيع التعاون بين الجانبين خاصة في مجالات الطاقة والتحول الاخضر والنقل البحري بما يعود بالفائد على الدولتين والشعبين الصديقين وقد تناول اللقاء كذلك الاوضاع في الشرق الاوسط حيث حرص وزير الخارجية الدانيماركي على الاستماع الى رؤية وتقييم السيد الرئيس للأوضاع الراهنة بالمنطقة وقد اشار السيد الرئيس في هذا الشأن الى الضرورة القصوى لتغليب مصار التهدئاء والتوصل الاتفاق يتم بموجبه وقف اطلاق النار بقطاع غزة وتبادل المحتجزين بما يسمح بانقاذ اهالي غزة من الاوضاع المعيشية المأساوية التي يعانون منها وفي ذات الوقت شدد السيد الرئيس على ضرورة ان يتزامن ذلك مع مصار جاد وحاسم لتنفيذ حل الدولتين واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على النحو الذي يحقق تطلعات شعوب المنطقة نحو العدل والامن والاستقرار والتنمية وهو ما اتفق معه الجانب الدانيماركي كما تم التوافق على اهمية الدور الانساني الذي تطلع به الانروا والذي يجب دعمه وحمايته مما يتعرض له من عراقيل وقد تطرق اللقاء كذلك الى عدد من الازمات القائمة بالمنطقة وخاصة الاوضاع في السودان حيث اكد السيد الرئيس ضرورة دعم السودان الشقيق مستعرضا في هذا السياق جهود مصر لاستعادة الاستقرار به ومشددا على اهمية احترام سيادة السودان ومؤسساته الوطنية ووحدة وسلامة اراضيه وعدم التدخل في شؤونه الداخلية بالاضافة الى تكثيف الدعم الاغاثي في ضوء تفاقم صعوبة الاوضاع الانسانية التي يعاني منها ابناء الشعب السوداني الشقيق اكد وزير الخارجية بدر عبد العاطي انه لا حل للقضية الفلسطينية الا بانهاء الاحتلال الاسرائيلي للاراضي المحتلة والدفع المستمر في اتجاه الاعتراف بالدولة الفلسطينية جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظره الدنماركي لارس لوكا راسموسون حيث تناول الجانبان الجهود المصرية لحل الازمة والدفع قدما باتجاه حل دولتين زيارة مهمة تعكس والزخم الكبير الذي تشهده العلاقات المصرية الدنماركية وهو ما ظهر جليا خلال لقاء وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي مع وزير الخارجية الدنماركية لارس لوكا راسموسون حيث عقد الجانبان جلسة مباحثات تناولت العديد من الملفات كان في مقدمتها العلاقات الثنائية عقدت مع معالي الوزير راسموسون جولة مباحثات منفردة وأخرى بحضور وفدي البلدين وتناولنا بإسهاب مجمل القضايا السنائية كيفية تطوير هذه العلاقات خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية الدنمارك دولة صديقة كما ذكرنا هناك العديد من الشركات الدنماركية العاملة في مصر زيارتي اليوم إلى القاهرة فتأتي في وقت بالغ الأهمية فبلدان الشرق الأوسط وكذلك في أوروبا وإزاءة التغيرات التي تحدث في العالم ومنها التغير المناخي والتغيرات الأخرى وأعتقد أن الشراكات القوية هي أهم شيء يساعدنا على مواجهة تحديات اليوم وغدا كما شهد اللقاء التباحث حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك كالأوضاع في السودان ومنطقة البحر الأحمر وكذلك تطورات الأوضاع في قطاع غزة تحدثنا أيضا عن أنه لا حل في هذه المنطقة بدون إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة تحدثنا عن الأولوية لإقامة الدولة وهذا هو الموقف المصري لابد من الدفع المستمر في اتجاه قضية الاعتراف وإنشاء الدولة الفلسطينية أنني أمتدح بقوة جهود مصر المستمرة في الوساطة لإبرام سبقة والوصول إلى وقف إطلاق النار الذي يعتبر أمرا بالغ الأهمية في عدم التصعيد ويبقى حل الدولتين هو الحل الممكن للمشكلة وحول الادعاءات التي يطلقها بعض المسؤولين في إسرائيل قال وزير الخارجية لا أحد يزايد على مصر فيما يتعلق بموضوع محاربة الإرهاب ومنع التهريب هو موقف واضح موقف حاسم والكل يعلم ذلك إذا كانت هناك أي أكاذيب يرددها أي طرف فهي لا علاقة لها بالواقع هذا وقد أشاد الوزير الكندية بجهود الوساطة التي تقوم بها مصر لإنهاء الصراع بين إسرائيل وحماس علاقات متميزة واستراتيجية تجمع بين القاهرة وقابنهاجن هو ما أكد عليه وزير خارجية مصر والدنمارك خلال اللقاء الذي جمع بينهما بالقاهرة فضلا عن التوافق في الرؤاحية للعديم المشترك من داخل قصر التحرير أمل صبري أنيل للأخبار طالب الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيت دولة دنمارك أن تحذو حذو الدول الأوروبية التي اعترفت مؤخرا بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية تزامنا أعرب أبو الغيت عن تقديره للمواقف الدنماركية أداعمة للقضية الفلسطينية مؤكدا على ثقته في أنها ستواصل دورها أداعم للسلم والأمن والاستقرار بالمنطقة العربية خاصة في ضوء فوز كوبنهاجن بمقعد غير دائم في مجلس الأمن لعامي 2025-2026 جاء ذلك خلال استقبال الأمين العام للجامعة العربية لارس لوكر راسموسون وزير خارجية الدنمارك أعرب وزير الخارجية بدر عبد العاطي عن تقدير مصر للتعاون مع الاتحاد الأوروبي في مجالة ضبط الحدود وبناء القدرات لافتا إلى أن مصر ليس لديها معسكرات للضيوف الأجانب بل يعيشون سواء مع المصريين جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لوزير الخارجية مع المفاوضة الأوروبية للشؤون الداخلية والهجرة يلفا يوهانسون نحن نقدر طبعا التعاون القائم مع الاتحاد الأوروبي في مجال ضبط الحدود وفي مجالات بناء القدرات وتوفير التدريب أيضا نؤكد دائما في اتصالاتنا مع الجانب الأوروبي والمفاوضات الأوروبية على الأعباء الجسيمة والهائلة التي تتحملها مصر في استضافة عداد غفيرة من ضيوف مصر من الأجانب ونقول دائما أن مصر يتعد من الدول القليلة في العالم التي ليس لديها معسكر واحد للاجئين وإنما هم يعيشون بين إخوانهم وأخواتهم في مصر ويتم معاملاتهم معاملة المصريين رغم كل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها المنطقة نتيجة العوامل الخارجية من جانبها أكدت المفاوضة الأوروبية للشؤون الداخلية والهجرة يالفا يوهانسن أن مصر شريك استراتيجي للاتحاد الأوروبي في المنطقة وأضافت يوهانسن أن التكتل يقدر دور مصر الهام في تحقيق الاستقرار بالمنطقة مصر حليف استراتيجي شريك استراتيجي للاتحاد الأوروبي من جوانب عدة إنها تلعب دورا بالغ الأهمية لتحقيق الاستقرار في المنطقة وبالطبع أنتم تواجهون عديدا من التحديات في القيام بهذا الدور أود أن أبدأ بالاعتراف بأن هناك دورا لعبته مصر على مدى السنوات القادمة حيث كانت تستقبل اللاجئين وتوفر لهم إقامة طيبة وبالطبع أن هناك عددا كبيرا من السودانيين وصلوا إلى مصر بما يمثل تحديا كبيرا بالنظر إلى تحديات الاقتصادية الأخرى التي تواجهونها أعتقد أن هناك مكاسب عديدة تتحقق من خلال تعاون في مجال الهجرة أكد الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزي بوريل أن ما يحدث في غزة من قبل الاحتلال الإسرائيلي يعد هجوما مروعا وليس دفاعا عن النفسه ويمثل انتهاكا جاسيما لحقوق الإنسان وخلال زيارته إلى معبر رفح طالب بوريل بوقف الحرب في قطاع غزة فورا فضلا عن ضرورة توفير المساعدات الإنسانية مشددا على ضرورة إيجاد حل سياسي للأزمة كما أشار بوريل إلى أنه قدم مقترحا للاتحاد الأوروبي من أجل فرض عقوبات ضد بعض الوزراء الإسرائيليين لافتا في هذا الإطار إلى ضرورة وقف العنف في الضفات الغربية في تلك الأثناء استشهد 16 فلسطينيا وأصيب 64 آخرون خلال الـ 24 ساعة الماضية في مجزرتين ارتكبهما لاحتلال الإسرائيلي في غزة ليرتفع بذلك عدد ضحايا العضوان على القطاع منذ السابع من أكتوبر إلى 40 ألفا وتسعمائة وثمانية وثمانين شهيدا وأربعة وسبعين ألفا وثمانمائة وخمسة وعشرين مصابا وتزامنا أمر الجيش الإسرائيلي بإخلاء مناطق عدة في شبال غرب قطاع غزة في الوقت الذي يواصل هجومه الجوي والمدفعي مستهدفا مدينة جباليا في شمال القطاع ومخيمي البريج ونصيرات بوسط القطاع وأيضا حي الزيتون وخان يونس في جنوبه جهود دبلوماسية بلا جدوى وظروف مأساوية وغير إنسانية تتزايد يوما بعد يوم في ظل حرب مستمرة أسطرت بشكل جذري في حياة أكثر من مليوني شخص وخلفت دمارا هائلا سيظل لعقود فبالرغم من المخاوف المتزيدة من اتساع رقعة الصراع يواصل جيش الاحتلال جرائمه فبعد أن انقد على شمال القطاع مخلفا ألاف الشهداء والجرح والركام زحف بطائراته الحربية ومدفعيته الثقيلة نحو وسط وجنوب القطاع جيش الاحتلال شن غارات عنيفة على مخيمي البريج والنصيرات وسط القطاع ما أسفر عن استشهاد عدد من الفلسطينيين وإصابة آخرين كما توغلت قوات الاحتلال بشكل محدود في شارع صلاح الدين قرب مدخل محطة الكهرباء شمال شرق المخيم واستقصف مكثف بالقضائف المدفعية والرشاشات الثقيلة الاحتلال عمد أيضا لقطع الكهرباء وخدمات الانترنت والاتصالات الخلوية عن وسط قطاع غزة من خلال تدمير أبراج الإرسال وشبكات الاتصالات الأمر الذي عرقل التواصل مع غرف عمليات الطوارئ بحسب ما أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني وبالتزامن مع القصف على وسط القطاع شن طيران الاحتلال غارات على جنوب القطاع في خان يونس وحي الزيتون ما أسفر عن استشهاد فلسطينيين على الأقل وإصابة آخرين القصف المتواصل في كافة أنحاء قطاع غزة عرقل جهود برنامج الأغذية العالمي في تقديم أي مساعدات غذائية أو معيشية للفلسطينيين كما أدى نفاد الوقود إلى خروج مستشفيي شمال غزة عن الخدمة مفاوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك شدد على ضرورة إنهاء الحرب في غزة مؤكدا ضرورة تجنب الصراع الإقليمي وطالب الدول بالتحرك بشأن ما وصفه بالتجاهل الصارخ من جانب إسرائيل للقانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة انتقد مفاوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك العمليات الإسرائيلية في الضفة الغربية مشيرا إلى أنها تؤدي إلى تفاقم وضع مأساوي هو موجود بالفعل بسبب أعمال عمف يرتكبها مستوطنون ويسقط فيها ضحايا تزامنا اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلية 12 فلسطينيا في الضفة الغربية بينهم صحفية ومعتقلون سابقون كما اقتحمت قوات الاحتلال مخيم بلاطة شرقي نابلوس في الضفة الغربية فجر اليوم حيث قامت بأعمال تخريب في منطقة السوق بالمخيم ما أدى إلى اندلاع اشتباكات داخل المخيم من عدة محاور بين عناصر المقاومة وقوات الاحتلال مرحبا بحضراتكم من جديد أكدت الخارجية السورية أن تمدي الاحتلال الإسرائيلي في اعتداءاته على أراضيها وعلى دول أخرى يدل على سعيه لمزيد من التصعيد في المنطقة وشددت على أن الدعم اللام حدود لإسرائيل من واشنطن ودول غربية يشجعه على الاستمرار في جرائمه كما أدانت الخارجية الإيرانية اليوم الغارات الإسرائيلية على وسط سوريا ووصفتها بالإجرامية نفية أن تكون تلك الغارات قد استهدفت مركزا تابعا لطهران ويأتي هذا في الوقت الذي ارتفع فيه عدد ضحايا الغارات الإسرائيلية بالصواريخ التي استهدفت عددا من المواقع العسكرية بالمنطقة الوسطى في سوريا إلى 18 شهيدا و37 جريحا وأضحى مصدر عسكري سوري أن الجيش الإسرائيلي شن عضوانا جويا من اتجاه شمال غرب لبنان وقد تصدت وسائط الدفاع الجوي السوري للصواريخ وأسقطت بعضها استهدفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلية أطراف بلدة شبعة بالقضائف الثقيلة كما قصف طيران الاحتلال بلدة كفر كالا جنوبي لبنان وفي المقابل أعلن حزب الله اللبناني أنه قصف تجهيزات التجسسية في موقع الرمثة في تلال كفر شوبة اللبنانية المحتلة وحقق إصابات مباشرة أهلا بحضراتكم من جديد أعلن رئيس جامعة المنصورة شريف خاطر فوز مشروع الجامعة لمحو الأمية بعنوان تحقيق الاستدامة وجودة الحياة في الريف المصري بجائزة كونفوشيس لمنطقة اليونسكو لمنظمة اليونسكو ولمحو أيضا الأمية وتعليم الكبار عن العام 2024 وقال رئيس الجامعة أن ذلك يأتي عقب محو أمية ألف مواطن من خلال عقد أكثر من ألف فصل تعليمي بمختلف القرى وأضاف رئيس الجامعة أنه تم إطلاق مشروع محو الأمية وتعليم الكبار في جامعة المنصورة في عام 2019 في دوء بروتوكول يلزم بل يلزم جميع طلاب الكليات النظرية بمحو أمية مواطنين خلال الأربع سنوات دراسة كمتطلب أساسي للفصول على شهادة التخرج ومحليا أيضا قام الدكتور علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ بوضع حجر الأساس لمصنع تدوير المخلفات الصلبة البلدية بقرية الحمراوي بمركز كفر الشيخ على مساحة 30 ألف متر مربع وبطاقة 600 طن في اليوم كما قام الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة بجولة فقدية بعدد من مدارس السيدة زينب لمتابعة استعدادات المحافظة لبداية العام الدراسي الجديد أيضا تابع محافظ سوهاج أعمال الرصف في بعض شوارع حي شرق سوهاج وكذلك رصف الحارة الشرقية بالكورنيش الغربي نتابع بقرية الحمراوي بمحافظة كفر الشيخ قام المحافظ الدكتور علاء عبد المعطي بوضع حجر الأساس لمصنع تدوير المخلفات الصلبة البلدية على مساحة 30 ألف متر مربع وبطاقة 600 طن في اليوم واستمع المحافظ إلى شرح تفصلي حول مكونات المصنع ومراحل الإنشاء وسبل معالجة مصرف كتشنر وعدد القرى الواقع عليه المصنع يخدم عددا من مدن كفر الشيخ ويتم تنفيذه خلال 22 شهرا ضمن مشروع تطوير مصرف كتشنر بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية والهيئة العربية للتصنيع وذلك في إطار مشروع تطوير وتحسين نوعية المياه بمصرف كتشنر لتحسين الصحة العامة والوضع البيئي وفي إطار متابعة استعدادات المحافظة لبداية العام الدراسي الجديد قام الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة بجولة تفقدية بعدد من مدارس السيدة زينب شملت مدرستي الخدوية الثانوية العسكيرية بنين والجمعية الخيرية الإسلامية بنين وشدد المحافظ على سرعة الانتهاء من صيانة الفصول والتأكد من سلامة الإضاءة وكفاءة الإنارة وإحكام غلق أي فتحات بالأعمدة بمحيط المدارس وعدم تدلي أي أسلاك أو كبلات منها وسلامة مقاعد التلميذ وزجاج النوافذ وصيانة دورات المياه وكذلك تطهير خزنات المياه على المدارس حرصا على صحة وسلامة وراحة التلميذ والمدرسين وسد أي عجز في الأثاث المدرسي والمقاعد وللوقوف على نسب التنفيذ ومعدلات الأداء بالمشروعات الجارية على أرض المحافظة قام الدكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج بجولة ميدانية تبع خلالها أعمال الرصف الجارية بشارع ترعة باجا الغربي بنطاق حي شرق سوهاج كما تفقد رصف الحارة الشرقية بالكرنيش الغربي أمام المدينة الطبية وجه المحافظ بسرعة الانتهاء من أعمال الرصف والالتزام بأعلى معايير الجودة المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية قام بجولة داخل شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية وذلك في إطار الحرص على متابعة سير العمل في المشروعات الحيوية التي تخدم المواطنين والتأكد من جهزية الشركة لمواجهة أي تحديات قد تترأ خاصة مع اقتراب فصل الشتاء واستعرض المحافظ أحدث المستجدات في قطاع المياه والصرف الصحي حيث تم التأكيد على أهمية المشروعات الجارية والتي تستهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وخلال تفقد لمنطقة آثار أتريب والتي توجد بها المقبرة الأثرية بأتريب والحمامات اليونانية الرومانية بمدينة بنها واجه المهندس أيمن عطية محافظ القليبية بتحويل المنطقة إلى مزار سياحي ووضعها ضمن أجندة البرامج السياحية بالشكل الذي يتناسب مع الحفاظ على تلك الأثر موجها بإزالة المخلفات وتسوية الأرضية بها والاهتمام بالمسطحات الخضراء وأعمال التجميل وتفقد المحافظ منطقة تل اليهودية بكفر الشوبك بمركز ومدينة شبين القناطر حيث يقع المخزن المتحفي إلى الجنوب الشرقي من المدينة بحوالي ثلاثة كيلو مترات ويعد أهم وأكبر موقع أثري بمحافظة القليبية سوزان مصطفى أني للأخبار إذن نوصلنا مع حضراتكم إلى ختاب نشرة السادسة وهذا تذكير بأهم مجاء بها من عنوين الرئيس السيسي يؤكد خطورة التصعيد المستمد في اتجاه توسيع دائرة الصراع في المنطقة بوريل يؤكد من أمام معبر رفح دعمه للجهود الدبلوماسية لحل أزمة غزة وتوفير المساعدات الإنسانية للقطاع وارتفاع ضحايا عضوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 40.988 شهيدا ودائما مشاهدين المزيد من الأخبار زروا موقعنا على الانترنت شكرا لتي بالمتابعة ودائما في أمان الله اشتركوا في القناة